لا 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 ربنا عم اتطلع على قلوب بقول تاني انا استشعر خطرا داهما يواجه المشروع الوطني المصري لابد ان احنا ننتبه لابد ان احنا نتطعز من الاخرين لابد ان احنا نعرف ونفرز ونواسق في هذا الشعب العريق العظيم الصبور الواعي انا واسق فيه لكن تاني بقول فيه ولاد بن قسين شياطين شغالين زن علودان شغالين وفيه ناس حمقى واغبياء موجودين ممكن يكونوا مخلصين بالمناسبة مش بخول الناس بس ممكن اشك فيه قدراته الوعي قدرات التبعوية اشك فيه قدراته ان هو يقدر يفرز ممكن يكون واحد ممكن يكون واحد مظلوم ممكن يكون واحد شاف انه مش وقد حقه فبقى ناقم على الدولة فبيتوائم مع اعداء الدولة دون ان يدري ده مصيبة سودة ده مصيبة سودة شوفوا كده هاتى صارت جابلي كده انا بتكلم قال لي جبتلك حاجاتي هاتى صارت كده اهو وادل واشنطون بوست اهو شايفين ده بتكلم على ايه شايف شايف الهجوم شايفين الهجوم شايفين الهجوم مقابر شايفين يا جماعة ثلاث صعف في يوم واحد اهو شايفين يا جماعة هم الواشنطن بصدوا بتهاجم السياسة الخارجية المصرية مش فاهم يا امريكا عندهم انتخابات سنة جاء وبيعملوا اكربات واحنا المشكلة اصلا كلها ان احنا بنحترم علاقاتنا الاستراتيجية مع الامريكان ومع الصينيين ومع الهنود وعلاقاتنا الاستراتيجية الاخوية مع دول الخليج ومع شمال افريقيا ومع شعب ايه شايفين شايفين الاخت نسرين مالك نسرين مالك يعني تبتكلم يا نسرين على السودان يعني انصحك تكلمي على السودان ما هو برضو السودان يعني بتكلمي اذا علىنا بنتعمل السحراء وبتكلم على文ترى على تعمل السحراء قري يا جماعة بقولكوا ادي نمازج قدامكم ادي نمازج قدامكم طعب تعالوا نشوفوا الاخوان باعملوا ايه الاخوان شغالين بقى على قدم الوساق شغالين هجوب يعني شوفوا الاخوان شغالين وفي ناس ضمت ليهم من الناس اللي انا يعني ماينفعش اقول انهم اخوان لانهم مش اخوان